موسيقى حالياً دلوقتي موجود أنا كمدير فني بقلي حوالي 9 سنين موجود في المجال التدريبي وأخيراً مدير فني النادي الفيوم هو البداية طبعاً كانت هنا في نادي الفيوم موسم 94 وبعد كده انتقلت لنادي الزمالك 94-95 لحد موسم 2000 وبعد كده انتقلت لنادي غزل المحلة لحد موسم 2002-2003 من المحلة للحرس الحدود وبعد حرس الحدود اعترفت في تركيا في أنقرة جوجو وإستنبول السبور لمدة 3 مواسم ونص وبعد كده رجعت على الحرس ومن الحرس على الطنطة ومن طنطة اختمت في نادي الماولين العرب كانت البداية زي ما قلت لحضرتك كان فيه حاجة اسمها موجودة كان منتخب شمال الصعيد كان بيجمع على أساس منتخب الناشئين كان مع الكابتن حلم طولان فكان فيه دورة مجمعة في الإسماعيلية وكان بيتفرق فيها الكابتن إبراهيم يوسف الله يرحمه وكابتن محمود الخواجة وعلى أساسها تم مضمامي بعد التفاوض وتقلص من نادي الفيوم انضمت لنادي زمالك موسم 24-95 كان الجيل بتاعي كان محمد أبو العلا ومحمد جمال ومحمد ساهر وطرق السعيد وطرق السعيد وعب واحد السعيد وعيمان عبدالعزيز وسيد حنفي هو الجيل ده اللي أنا حضرته وبعد كده تدرقنا لحد ما شغلت المسلمين في الفريق الأول كان موجود كابتن فاروق جعفر وبعد كده روت كورول وأوتوفيستر قصة التسهيق كان الدوري اللي أنا حصل على الهداف القطاع لمدة 3 مواسم متتالية 15 و16 و17 سنة كان وقتها جاء روت كورول كمدير فن لنادي الزمالك وتم تسعيد 3 لعبين وأنا كنت واحد من ضمن اللعيبة اللي ضمهم بعد جيل الزهب لنادي الزمالك أو جيل زي ما بقوله فريق الأحلام ضمت أنا وأيمن عبدالعزيز وكان سيد حنفي في الوقت ده نضمينا تحت 17 سنة وكان أيمن عبدالعزيز تحت 18 سنة آخر موسم ليا في نادي الزمالك إنه احنا كنت أنا خلاص اتأيته وتم اختياري مع الأربع مواجمين عبد حميد باشيوني ووليد صلاح عبد اللطيف وعبد لطيف الدماني وأنا كنت اللاعب الرابع في القائمة المواجمين لكن جاء بعد كده طبعا انتقال حسام حسن وابراهيم حسن لنادي الزمالك وده الموقف اللي أنا زي ما قلتلك بتذكره دايما ومنسهوش وتم الاستغناء وبعدها انتقالت النادي غزل المحل طبعا أنا حضرت مجموعة مواجمين مميزة جدا في النادي وطبعا بخص كابتن عبد حميد باشيوني هدف من الهدفين الكبار جدا اللي حضروا نادي الزمالك ووليد صلاح عبد اللطيف يمكن ووليد زميلته في بعض الأحيان في المنتخب الأولومبي لكن أنا من شايف وعبد حليم علي طبعا الهدف التاريخي لنادي الزمالك كانت مجموعة كبيرة جدا من المواجمين وده يمكن قلل الفرصة أو قلص الفرصة أن أنا أبقى موجود في المشاركة بصفة رسمية أو بصفة فيها استمرار بالنسبة للنادي المرحلة بتاع كابتن حسام وانضمامه للنادي الزمالك أنا رفضت الأعارة كان إسماعيل سيديم موجود في النادي وكان الدكتور كمال درويش أنا رفضت الأعارة لأن أنا المفروض كنت لعب موجود في النادي وكنت شاب أن أنا موجود بصفة رسمية وهتقايد في القيمة لكن طبعا وجود حسام وابراهيم قلص أكيد الفرصة لكن أنا حبيت أن أبقى لقى بحر وانتقل للنادي اللي أنا أعايزه وعلى أساسها كان في الوقت الحالي كان نادي المولين العرب وغازل المحلة لكن أنا فضلت غازل المحلة طبعا بوجود كابتن فاروق جعفر كان مدير فن الغازل المحلة رفضت الأعارة لأن كان لسه في موقف الأعارة أو كابتن أسام وانضمامه لي كان موجود في القويت وكابتن خالد الغندور وكنت شايفة أن هي تجربة مش مفيدة جدا هي في الوقت اللي أنا فيه أن أنا كنت وقت عايزة أعمل إسم وعايزة بقى موجود دايما في الدور المصري أفضل من الدول الخليج في الوقت الحالي لا طبعا لو اختار نادي غازل المحلة نادي غازل المحلة نادي كبير جدا وعنده قاعدة جراميرية كبيرة جدا ونادي من ضمن الأندية اللي حصلت على الدور الممتاز بعد التقلق أول سنة فعلا كان فيه كلام أن أنا أرجع النادي بصفة تبادلية لكن طبعا أنا كان فيه رتحية كبيرة جدا في نادي غازل المحلة خاصة أننا عملنا الموشم الأول وبعد كده كمينا الموشم الثاني لعبنا حصلنا على المركز الرابع في الدور العام لعبنا نهائي اثنين نهائي كاسمص لعبنا السوبر أو السوبر مصري بين غازل المحلة ونادي الزمالك لعبنا وصلنا لحد دور الثمانية بطولة أفريقيا فده أكيد كان اختياري الحمد لله صائب أفضل من أنني كنت أكون أبقى موجود في نادي الزمالك وما يتمش الاشتراك أو كنت في الوقت اللي أنا عشرين سنة كنت طبعا أول حاجة اللي أنا بفكر فيها وهي اللعب هو اللي عمل اسم رمضان راجب بداية من المشاركة باستمرارية في نادي غازل المحلة أنا بعد الموسم الثاني اللي نادي غازل المحلة كان فيه وكيل كلمني وتواصل معايا أن فيه أكتر من العرض في الدور التركي فطبعا كان في نهاية الموسم الثاني نادي غازل المحلة وكنت بالفعل وقعت لنادي حرس الحدود مع حقابة حلمة طولان فاستمر التفاوض بعد أول موسم من نادي حرس الحدود تأجل موسم كامل بعد غازل المحلة الموسم اللي أنا لعبته وشاركته أول مشاركة نادي حرس الحدود كان موجود فيها وبعد الموسم الأول لنادي حرس الحدود تم التفاوض بين نادي حرس الحدود ونادي أنكارا ججو التركي وتم الاتفاق على جميع البنود الاتفاق وانتقلت للدور التركي موسم 2003-2004 عدت حوالي ثلاث موسم ونصف موسمين في نادي أنكارا ججو وموسم ونصف في اسطنبول السبور وبعد كده رجعت على حرس الحدود اشتغلت ثلاث مواسم متتالية هنا في مصر مسيكت نادي شباب ناصر بالفيوم وبعد كده مسيكت نادي عاملين غارب بالبحر الأحمر وبعدها طمية هو آه الإنجاز طمية لكن برضو موسم نادي العاملين اللي احنا اشتغلنا لحد نهاية آخر مباراة فصلة للسعود لكن أكيد طبعا الأبرز هي سعود نادي طمية والمشوار السيزون اللي عملته في نادي طمية الموسم اللي فات لكن هو الأنجح والأفضل لكن برضو موسم نادي العاملين كان موسم بالنسبة لي من المواسم النجحة وبعد كده بعد نهاية سيزون وصعود نادي طمية الممتازبة مسيكت نادي الفيوم وطبعا زي ما قلت حضرك في البداية ده بيتي واشتغلناه في الممتازبة ولحد الآن ولسه المسيرة جدا اشتركوا في القناة